فقرة أدبية أسرة تحب الشعر وأسرة شعرية فهل اليوم أحبك للشعر وأصبحت شاعر لأن هذا الشيء كان منذ الطفولة أو رغبة وأنت بحثت واخترت هذا الشيء والله أخوي مثل ما قلت أنا صراحة من بيئة شعرية فشفت البيت كلها قصيد وأنت لازم تصير معهم يعني في من هذه الرياضة يطرعون هذه الرياضة أنا طلعت سبحان الله وكنت أكتب كتابة لكن لا أحس أنها كلام يطلع مني كلام مرتب يستاهلني أقوله تبيت وصله وكنت أشاور فيه وما شاء الله من المرحلة ولكن نبدأ لحنا دائما في راكم شاب يكون لنا فقرة ووقفات شعرية مع شعراء الكويت الشباب وندعمهم بشكل عام لأننا فعلا جمهور شعراء وايد كبير ودائما يطلبون مننا أن نصطيف أسامي معينة وأنت اليوم معانا من أسامي فعلا للناس تبي تسمعهم ويكونوا موجودين على هذه الشاشة شو أنت تسمعنا لأننا جدا طماعين نبي نسمع منك أكثر ما سألوه شو أنت تسمعنا لأننا جدا طماعين يقول للشعر قيمة وللأجاويد قيمة وللطيب فعل وللأسامي علامة وللقوم شيخ وللشدايد عزيمة والمحترم يفرض علينا احترامة هذه مفاهيمة ولاهي وهيمة ونحمد الله ماشين باستغامة قدر الطيب وزيد حشيمة وللتفتين بالردي والهلامة ولأخاوي الكذبان وأهل النميمة أهل الوجيه الميتة والرخامة يحبني لأهل القلوب السليمة اللي مجالسها أزيدك شهامة ويحبني لأهل القلوب الرحيمة أهل النوف والجود وأهل الكرامة وبعدك عن اللي ما يودك غنيمة تعيش متهني بخير وسلامة تعيش متهني بخير وسلامة صحيح وسانك وبداية موفقة للأمانة طبعا فلا بنكون طماعين عيلة خلاص رسولنا أحنا لها إذا بنتكلم اليوم بدر عن الشعراء الشباب هل طريق النجاح بالنسبة لهم صعب وللأمور بالعكس وايد سهلة وتقدرنا نهتبرز بين هذا الكم من الشعراء والله أخوي أحمد نبي بصراحة بدر نريد عن الأمور اللي دايما الشعراء يقولونها بالعكس خانا أقول خانا أقول نتكلم صراحة صحيح أنا أشوفها الآن عندك التواصل الاجتماعي التويتر الاستقرام الإسناب يعني أحمد لله في أمور بس لازم على قلتهم الغنوات تكون هي الدعمة الرسمية للشعر ذاتها أعساس أننا المشاهدين أكثر غوة البرنامج وأنا صراحة قلت لكم وأنا طماع بهذا البرنامج حيل يعني صعب أي والله وسعيد حيل أني موجود بهذا البرنامج هذا أي والله أخوي فمنذ ما قلت لك يعني لازم الواحد يتعب والأمور الموجودة عندنا التويتر والاستقرام هي يعني أكثر شيء للحين المتواصلة فيها الشباب أكثر من أي والله ممتاز شنو أكثر يعني قبل أن أسأل السؤال يمكن أن أسألك راح تشوف الإجابة جدام عينك وهذه الإجابة أنا أريد أن أسمعها منك شنو أكثر قصيدة قريبة منك و شنو قصتها والله شي قصايد واجد لكن فيه واحدة الآن طارت سببالك أكيد لها قصة مميزة و قريبة من قلبك و لها قصة خلتك أن تتبينها و تقولها والله شوف على قلتهم الحين عايشين بزمن كنا الله شرع على قلتهم الواحد يدور السلامة طبعا والله سواء من قريب و من بعيد يعني الأمور أكثر شيء صحيح تحز بخاطرك صلة الرحم صلة الرحم هذا أكثر شيء أنت تحب أن تكتب عنه و تصر فيه رسالة صحيح لازم أكتب عنه و هذي على قلتهم حيننا الشعر نوديه رسالة مو مجرد كلام يعني نكتبه و مستمع لازم الرسالة توصل للناس و تعرف الناس صحيح أن الشعر هذا ما يكتب على شيء أنا أقول لكم فتبين اسمع هذه القصيدة ولا عندك والله عندي قصيدة ثانية جديدة كاتب و أستاني إن شاء الله يعني حصريا نقول لكم نحب الحصري يقول امتلأ صدر الحليم من الكلام و انكسر ضع الصبر من يلوم اللي صبر عشرين عام بالتواضع والتسامح يظهر لين ما عاش البلاوي في زحام و انفجر جرحه بحاجة تقهرة كبرت همومه مع كبرى المهام و انكسر قلبه ولا حد يجبره يستحي فمه يطول بالكلام و يستحي عادي قلوب محجرة يسعد يعطي العالم وهو الحر المضام و يسعد العالم وسدره مقبرة عاش عمره من حطام اليا حطام في دروب الخوف فغط السيطرة طارت احلامه مثل ريش الحمام طارت احلامه مثل ريش الحمام منقطع سير الأمل من آخرة ما لقى صاحب معه دائم أمام يمسح دموعه كمه و يستره ما لقى نور روفه بيلة الظلام كن هالعالم بيوت مهجرة ليت الخاين على راسه علام كل من شافه يحاول يخبره و ليت الطيب على صدره وسام كل ما مر الخبيث الدكرة ما يخون الملح غير ابن الحرام و ما يبيع الشهم غير المبزرة يظهر المعدة النهار الاستدام و ينكشف شيبوب و يظهر عن ترى كم قريب لهم عزة و احترام من وراء ظهري يحدد خنجر و كم صحيب حازمنا الاهتمام لكن بيوتشها قناعا يستر نعرف اللي خيركم يبدأ السلام و نعرف ان العفل عند المقدرة لكن الطعنة كبير يا الحشام واصل لحد قاصة بن حرى لا تلو اللي جهز الانتغام لكل ظالم يوم سيف يبطر ترتفع راية وسعيل المقام و تنزل هداف الرد المستعمر صحيح 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 ليش أحمد ما دل حسيت نفس شعوري ولا لا حسيت أن هذه القصيدة فيها شوية حزن حيل شنو قصة الحزن الموجودة هذه مثل ما قلتلك أنا أخوي أكثر مامير يعني على الوجداني و الحزن أكثر شي يعني الظروف اللي يمر فيها يعني هي الأصدق الأصدق يعني تكون تحزين تكتب غزل صعب يعني كل شيء بوقت على قرط ممكن تكتب عن الغزل ولكن تجربة أحد أنت سمعتها مو تجربة أنت مريت فيها الغزل يعني لا تكتب غزل مثلا أحد الأشخاص سمعت قصتها حصات الغزل أكيد أكيد يعني الشعر أكثر أغلب خيال يعني مو شرطني غزل أنا بس بوقف عند هذه الجزئية الشعر أغلب خيال هذا يقال أن الشعراء يعني يختبؤون تحت هذه المظلة عشانا يطلعون جدام الناس في الوضوح بأنه يقول كل شيء نكتبه وبنوحي الخيال فهل فعلا الخيال ممكن يوصل لهذا الأحساس الذي أنت تقالي أنا صحيح أنا شاعر أكتبه هذا ولكن ما كتبت غزل من أكثر من أربع بيات ليش لأن الغزل شيء جدي شيء من قلبك يطلع صحيح يعني كلام عاشق وكذا من الكلام هذا يطلع من قلبك صحيح أنك تقوله فأنا ما كتبت أكتب غزل وجداني فراق يعني أفهم من كلامك بدرا أن هل فعلا أسهلك أن تتكتب بالشعر والقصائد عن الحزن أكثر من السعادة والفرح لا والله أنا أقوله كل مغال مغال يعني لو صرت أنت رجال تمر بظروف وهذا يطلع منك فراق وهذا يطلع منك فراق ولكن أنت غزل يطلع منك غزل الله يبعد عنك الحزن آمن وإياكم إن شاء الله وكل سامع إذا بنتكلم اليوم في بعض اليوم القصائد تشجع وتحمس أشخاص في فئة ماكنهم واليوم نحن عندنا مثلا موضوع جدا كبير للشباب اللي هو التجنيد ما فكر تكتب شي يشجعهم للتجنيد وحبوا الوطن والأمور هذه والله الوطن يستاهل على قلتهم حتى لو نقول مئة قصيدة والله يستاهل أكثر بس ولكن على قلتهم هذه الفترة مرت سريعة مرت سريعة والناس على قلتهم صيف ومسافرة وهذا فلا ما تقدر تكتب وإننا مطلوب علينا الشعرة طبعا لازم نوصل رسالة للمجتمع أن التجنيد والوطن محتاجكم وخصل بالأمر وانتوا أمانا ممقصرين في أي مجال ورسالة محتاجينها كوطن أن تقدمونها كشعرة أو أي شخص في أي مجال ثاني ولكن قلنا لك طماعين نبنسمع شيء الحين فرحي سعادة وحب ذا مجهز لنا والله شوف أنا في عندي لو بيتين أو أربع بيال أنا عندي الحين المساعد كلمت عنها اللي يقول لكم صلة الرحم فهذه لازم يسمعها يسمعها يقول لا من تردالك قريب ولا دعم وازعلك وجاب الكارت أقول طم استرعيوب لا يجي منك الدم الناس ما ترحم ولا فيها دم خلك حليم وحط في قلبك الهم واصبر ترى بالصبر يخوك حكمة هذا قريبك يبيض الوجه وفهم الجد واحد والفصيلة الدم ملا تثير غيرة اللحم والدم لا خير في جدة وخارة وعم وقول للي دائق الهم والغم لا تدرف الدم ولا تشي الهم اللي بلي خال ولا ولا دعم يصبح مع الأجواد مهدور دم هذه نصيحة أقولها واتقدم لكل واحد فأقدعي العم الله سلام صح بدر أنا قاعد أشوف الأمانة وأنا وايد الأمانة سعيد وانا ما أجامل لكن تملك قاعد أشعرنا في مسؤولية اجتماعية حاطها على عادقك بين أنت تتكلم في مواضيع يمكن أنا إذا أصح التعبير بيقول محترمة وراقية وتفيد المجتمع اليوم اللي صغير اسمعها ويبي يفهمها والكبير بيتأملها ويعني حتى الشايب راح يمكن ترجع لي ذكريات وأمه صحيح يمكن يفقدها هذه الأيام فهذه المسؤولية اللي انت حاطها يعني غيرك ممكن يقول أقول الشعر اللي يحبون المراهقين وتضرب أسرع شنو السبب اللي انت تخليه هذه المسؤولية عندك والله شوف أخوي أحمد أول شيء الضمير ضميرك وهذا الشاعر الحقيقي الشاعر اللي طلع من ضميره كلام صحيح يوصل هني للأمانه يوصل هني 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 على طلب راسك يضرب بالقلب ما كمي صحيح هننا الحين عايشين تشبع شعر تشبع يعني تسمع كثير كلام صحيح بس نادر الشغلة الزينة تلقى نادر بالظل نادر بالشعالة تلقى فالشعر رسالة رسالة لازم توصل رسالة لكل واحد زعل فراغ صلت رحم لازم توصلها بس في شغلة أنا بيقولها ونوح عليها مو كل شخص كتب لك كلمتين و أداها معناته فعلا شاعر أو عنده رسالة قاعد يقدمها أتوقع الشاعر مو أي شخص ممكن فعلا أن يكون شاعر ويحمل هذه المسؤولة ويوجه الرسالة للمجتمع اللي هو فيه بشكل عام فعلا لدينا شعراء نفتخر فيهم بالكويت و بالخليج بشكل عام ولكننا بنعرف أجواء بدر شنو أجواء أنت تحبها تكتفيها الشعر في بعض الشعر يحبون يقعدون بأجواء يمكن تكون شوية مزعجة عشان يقدرون يطلعون اللي بنشاعر يحبون هدوء القهوة صوت العصافير صحيح والأجواء هذي يكتم فيها أنت شن أجوائك أنا والله أجوائي لو أقولها الحين كني أضحك المشاهد أنا السراحة أجوائي بالسيارة بسيارة أنا ثلاث مرات تخالفت من المرور يعني أنت تأخذ الخط على قولتهم أخي لازم لا يسوق السيارة قاعدين وقتكتب لا أنا سوق لازم بعد هذه المشكلة ثلاث مرات والله تخالف من المرور سب القصيدة شلون أركب السيارة خلاص تاخذ الخط أخبالك ثلاث ساعات أربع ساعات بس لا مو بتلفوني يعني أنت تسجل ولا تكتب لا 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 براسي 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 أفكر منه أعجب لي فكرة حاول أمر نوات سلو يعني اسم مواغف تسير معي بس دائما وقع تتخدم تلفوني ما حقيقة يخالفونك يخالفوني دايس يعني مو من تبع الطريق مو من تبع الطريق هذا يقول لك فيه شيء موقف بس طعيم صحيح نحن نجل يريكز بشيء واحد يقولون دائما ما يريكز نفس المرأة بأكثر من الشغلة فأنت تركيزك في الكلام فما أنت يبالك واخر شيء موقفينك ولا أنت مسكين تبي تبي الهام تبي الهام جار صحيح بدلا إذا بنتكلم عن شاعرك المفضل أنت دائما تسمع أو تقرأ له دائما كل شاعر يعني مضروري يقتذي بهذه المدرسة لكن يحب يسمع يأخذ بعيد عن الأمور اللي بالدنيا هذه يروح بعالم خاص فيه فمن الشاعر أنت دائما تقرأ له والله يحمد هذا السؤال أول شيء محرج لأن الشاعر كلهم النعم فيهم لكن نبي شاعر أي والله كلهم النعم فيهم صراحة يعني أنا أكثر أكثر يعني اللي ما أسمع وأستمتع أستمتع محمد جر الله سليم أو مسي عليه بالخير شعر ولقاه محمد جر الله يعني شيء كبير 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 محمد جر الله طبعا ان شاء الله يكون عندنا ضيف هذا مداء لا وان شاء الله يلبي الدعوة ويكون عندنا بإذن الله وان شاء الله ونبير الدعوة يجايا ان شاء الله إن شاء الله نسمع منك شيء بإذن الله Zaraziao حندما هنأطلعكم شوي من المود من المود شوي يقول تركت الدروب اللي يدلونها العدال وسلكت الدروب الخافيها بيني وبيني سرى ليلي الغامة جرى حزن موال على ويش يا دمعة تطحين من عيني أنا لي ثلاث سنين ما ذكت أي وصال ولا شفت غير الحزن دائم خاويني تعب قلبي المسكين دائم على الحال يذوق الفرح مره ودائم يبكيني أتمتم على جرح المفارق ودمعي سالس قل الله حب ساكن في شرائيني ألا يزمن جاوب على اللي فراقه طال تعب تزرع الدكرة قهر في بساتين ولا يزمن جاوب على اللي علي احتال أنا وين بلقالي حبيب يوسين كثير الكلام اللي تقول أحيون الرجال وقليل إنه يترجم قلوب المحبين خلا أنا اللي حسبتك وفي اللي وراس المال خلا سرجوك ابتعد ما فيهني يكفيهني أنا بشتكي للي علي من بذاك الحال مثل ما نجا يونس من الحوتين جيني الله يصلك الله يبعد عنك التعاب والهام والخاصة إن شاء الله كل المساعدين بدر يعني هو مجرد شعور أنت ممكن تصلح لي لكن هل في تقارب ما رح أقول بالإلقاء لكن بالجو العاطفي بينك وبين يعني الأمير بدر بن عبد المحسن بالطريقة معينة في شيء احساس ما هو تقليد نهائيا لكن هو إحساس معين وصلني وأقدر أفرق بين التقليد والإحساس فهل فيه ارتباط معين بالشعر العاطفي والله أشوف أخوي أحمد هذا أنت الرابع واحد يقول لي الحمد لله يعني أنا موال أيه والله والله هذا الرابع واحد يقول لي صح وما حسيت أكثر شيء بالعاطفي واقع يعني إحساس وصلني والله أشوف أول شيء أول شيء نمسي على الأمير بدر عبد المحسن نجه لتحية أيه والله مجالة تحية وأنا بيصم شاعر أمير الشعراء مو أمير الشعراء أكثر أكثر بعد أكثر يعني لو تسمع لا ما تشبع من الشعر طبعا أيه والله وحزننا كثير يوم تركت مجالة الشعر أيه والله وأنا والله أني أفتخر وفخور جدا بهذا المسمى أني أكون يعني شبيه صوت بس البدر بس صوت أنا قلت لك لو ما لم أحساس وصلني فإذا مننا نرى رابع واحد فنعتمد هارير طبعا إحنا كلنا يعني مستمتعين بهذه الأجواء معاك ولكن قبل أن أطلب لك قصيدة ونسمعها منك ودي عرف متى المرحلة اللي وصل لها الشاعر والله أشوف أول شيء موهبة هي موهبة يعني كل إنسان شاعر صحيح بس هي موهبة وفيه مواقف طلع الشاعر فحينا فيه دروس فيه مدارس فيه مدارس يدرسون القافية والوزن والفكر يضعونك فكرة ويعصي اليوم بدر الجيش متى يوصل المرحلة اللي هو ممكن الناس تعلم منها والله على حسب الناس عادي بيلا ممكن عمره بكرة اليوم الله تستهلك الخير نسمع معاك قصيدة نختم في هذه اللقاء يا أبشر تسلم شو راح تسمعنا فرح حزن والله أنا كله نصايح نصايح نسمع النصايحة الأخيرة منك يقول هذه والله جديدة كاتبها سراح وحصري يستهلم الله يلا ثاني قصيدة حصرية يقول لا تستضيق الأصور تعارف طريقك كمل حياتك بالوع الدوم قدام تجارب الدنيا ترى ما تعيقك درسا خذيتا مع مرورك بالأيام ما كل من حبك تعدى شقيقك أزير رجلك ليه بضحى بهمامك اعرف عدوك قبل تعرف صديقك ما كل من أمنت له درع وحزان بعض البشر من داخله ما يطيقك يضحك بوجهك من وراء يرمي اسهام حاول تكون حياتك حاول تكون في حياتك فريقك اختار لك طيب كريم ومقدام ممكن تبغى تحتزم في رفيقك جربه وناظر موقفة للدهرة حوله سلامتك صح حسانك يعطيك العافية طبعا خير ختام في هذه القصيدة كل شكر لك الشاعر بدر الجيش على وجودك معنا يا رب وإن شاء الله شوفك في نجاحات ثانية بدنا الله نصدفك ببرناموك الله يطيكم العافية وانا شاكل لكم على حسن الاستضافة وإن شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم وعلى شهد المشاهدين ومكانك هذا ومتعناكم إن شاء الله وسمحونا على قصور بس صح الله إن شاء الله نحضر لكم سية شعرية كاملة باسمك ونستمتع بهذا الشعر شكرا لكم طبعا هذه كانت فقرتنا لليوم نتمنى إنكم سمتعته ومع شعرنا باقي فقرة فاصل ورادين